لقد جعل ربنا جل وعلا حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه جعل حبه واتباعه علامة عملية عملية على حب الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله هيا أظهروا أظهروا علامة حبكم لله بصورة عملية فما أيصر الدعاوة وما أرخص الزعم وما أسهل التنظير والكلام أنتم تزعمون أنكم تحبون الله جل جلاله والجواب لا لا نزعم بل نحب الله جل جلاله أظهر قدم برهانك قدم دليلك ما هو البرهان وما هو الدليل العملي على حب الرب العلي هو اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله 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 فاتبعوني يحببكم الله لن تنال محبة الله بل ولا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباعك الصادق الحقيقي له نعم هذا هو الحب الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء نعم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ونحب اليوم الذي ولد فيه فيوم مولده ورب الكعبة حياة للحياة هل يوجد على ظهر الأرض مسلم لا يحب يوما ولد فيه سيد الخلق وحبيب الحق له رب الكعبة ترجم هذا الحب باتباعك له عليه الصلاة والسلام بانتثال أوامره باجتناب نواهيه بوقوفك عند حدوده بتحقيقك للإيمان به باتباعك لسنته بنصرتك لشريعته بدعوتك إلى دينه على منهجه على بصيره بعلم وحكمة ورحمة وأدب وفهم وتواضع ثم بورد يومي لا ينقطع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الحب يا إخواني ويا أخواتي ورب الكعبة لن نال محبة الله لنا ولن نال رضا الله عنه بل ولن نتذوق طعم الإيمان الكامل إلا باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبنا لأموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومناصبنا ودنيانا بل ولنفوسنا بين جوانحنا وجوانبنا قال له عمر ذو الخطاب يوما لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله قال لا يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك مش من والديك وحسب مش من أولادك وحسب مش من مالك ومركزك ومنصبك وكرسيك وحسب لا بل حتى يكون رسول الله أحب إليك من نفسك التي بين جنبيه اختبر نفسك هذا الاختبار العملي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فنظر عمر وتدبر الأمر فلما فطن وعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاة عمر من الكفر وكان سبب دخوله الجنة قال نعم والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله الإمام الخطابي رحمه الله يعلق على هذا الحديث تعليقا بديعا لطالما كررته حين قال حب الإنسان نفسه طبع جبله أنا جبلت على حب نفسي وأنت جبلت على حب نفسك حب الإنسان نفسه طبع وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب أنا أحبك لسبب وأنت تحبني لسبب أما حبك لنفسك هذا أمر جبل لي وحب لنفسي هذا أمر جبل لي جبلنا عليه اسمع ماذا قال قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه ولكن طلب منه حب الاختيار أي الذي يكون بتوسط الأسباب فلما نظر عمر في هذا الحب وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من الكفر والنار قال حينئذ لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله فلولاك لهلكت أنا بنفسي ولهلك غيري قل إن كنتم تحبون الله 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 فاتبعوني صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله وفقط لا أنظر إلى الثانية أنظر إلى الجائزة الثانية ويغفر لكم ذنوبكم الله الله وغفر رحيم محبة الحق جل جلاله علامتها العملية اتباع سيد البشرية